اهلا بيكو شباب الفيديو نارضه معنوان ده فيديو تقديمي اه ده فيديو تقديمي او هيعرفك على CCNA Routing and Switching Put Camp Routing and Switching Put Camp طيب الفيديو ده احنا هتكلم عن شوية حاجات هتكلم مسلا عن انا الكورس ده يعني بيهدف لمين يعني مين اللي هستفاد بالكورس ده خلينا اتكلم ان الكورس ده هيستفاد منه ثلاث فئات من الطلبة وده طبعا السبب في يعني انا بقول لكم ان عدد الفيديوهات يحتمل يحتمل ان هي هتبقى تسعين فيديو تسعين فيديو فما فوق يعني ممكن تكون تسعين لحد ممكن تكون اتنين وتسعين تلاتة وتسعين خمسة وتسعين يعني هو بس انا لحد الوقتي حسب ما انا حددت مفروض تسعين فيديو اما لو حصل اي تغييرات على المنهج وانا بفنش في تسجيل فيديوهات فطبعا انا هتطر اضف لها فيديوهات اخرى ولكن انا بعض الناس هتقول لي يا بش مهندس بس تسعين فيديو كتير او انا معيك يا كتير ولكن انا زي ما انا قلت انا يعني بستهدف ثلاث فئات اول فئة البيجانرس 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 اللي هي الناس المبتدئة الناس الميح الناس اللي هي متعرفش اي حاجة عن الشبكات ودول طبعا بعض الناس منهم مكلموني مبارح وسألوني ابو شواندس هو هل لازم يكون فيه زي كده requirements قبل مدرس الكورس ده الاجابة لا ولكن عشان الناس برضو تفهم قصدي انت كأن انا مسلا قدي دي فانت عندك هنا فهل انا مسلا ببعض الكورسات يقول لك ايه لا بص انا عشان اوصلك للليبل 100 ده انت لازم تبدأ معي مسلا من الليبل 25 لا انا يعني انا ميفرقش معي انا الكورس ده معمول اللي مش بادي بالليبل 0 بالبادي بالليبل تمام با انا عايز اقول لكم مش شرط يكون عندك اي اي معلومة حتى عن الشبكات يعني انا لكن طبعا الحاجة اللي انت مفروض تكون عارفة ان انا ما جاء اقول لك اا تعالى مسلا نصطب ويندوز مش عارب ايه الكلام ده تقول لي معرفش يعني دي المفروض حاجات انت ايه تكون بتعرف تعملها لكن اي حاجة تخص الشبكات مش لازم يكون عندك ادنى سابق معرفة بها انت الكورس ده هيبدأ معك من الزيرو طيب دي الفئة الاولى الفئة التانية والتالتة دول بقى الناس اللي عندهم بقى دي الناس اللي عندها منهم ناس خلصوا سي سي ان ايه منهم ناس درسوا فعلا سي سي ان ايه سواء خد كورس برا يعني حتى سواء خد كورس معايا سواء درس على اي اون لاين اي اون لاين يوتيوب كورس دي ناس خلصت سي سي ان ايه يعني خلصت من اي تو زي تمام ودخلت الامتحان الدولي والسرتيفت والدنيا بقت تمام عندهم طب انت هتقول لها بشوهندس ايه حاجة الفئة التانية لكورس زي ده يعني الناس مسلا نقل لي اه مخلصة سي سي ان ايه ايه حاجة الناس دي لكورس زي ده بمنطقة البساطة هم مش هيذكروا التسعين فيديو هم هيذكروا الفيديوهات او التوبكس اللي هاتهمهم يعني على سبيل المسال اي واحد نرس ي سي سي ان اي معارف ان من اا اصعب التوبكس اللي حاجدة مسالا بسي سي سي ان ايه اا التوبكس بتاعتها السubmiting التوبكس مسلا بتاعت نعم المت Kunta التوبكس مسلا اني هي بتاع التوبكس اللي هي اا الخاصة بال فدي توبكس اا الى حد ما تقيلة في السي سي ان ايه. وطبعا التوبيكس دي فعلا هي اللي بتحدي بتفرق ما بين مهندس شبكات محترف من مهندس شبكات اي كلام. طبعا اه فممكن ناس خلاص سي سي ان ايه. ودخلت المتحن الدولي ونكحت. اه عندها ضعف في اه توبيك من الفور توبيكس دول. فطبعا يعني انا متوقع الحاجة زي كده. وده طبعا انا اعملت حسابي عليه في اه تخضير الكورس ده. طيب الفئة التالتة اللي هي الناس اللي بدأت دراسة السي سي ان ايه خدت الستارت بوينت ولكن يقست زهقت ما بقاش عندها اه استامنة ما بقاش عندها اه عزيمة فهوب عمله قاله خلاص اه اول جفاب يعني مش اكمل. ده طبعا اه الناس اللي ذاكرت مسلا سيلف ستادي يوم مسلا ايه فتح لكورس فيه اربعين فيديو في ايه يذاكر من اول فيديو رقم واحد لحد فيديو رقم عشر بص يعني تحسوا كده ايه طيارة. يجي مسلا من اول فيديو رقم حضاشر حلو يبدأ بقى ايه الزهق يتسلل بقى ايه آآ لقلبه. يقول طب انا هستفاد ايه من الاخر ومش عارف ايه والكلام ده كله. فيه ناس بتجيلها الحالة دي زهق عام يعني هو لان مفيش حد فوق راسه مفيش حد بيلزمه وهو قاعد بيزاكر في البيت مفيش حد بيقوله ايه اه انت الامتحان الدولي ده ام انت عايزت يعني انت لو عايزت تخش الامتحان الدولي بتحجزه وتحدد المعاد بتاعك وتخش لكن هو مش مفروض عليك لا انت مفروض عليك في كلية لو انت بتدرس في كلية ولا مفروض عليك في مدرسة لو انت لسه اه في سنوي او حتى عدالي او حتى تمام فقا الموضوع اه ناس بتزهق يعني ما عندوش ايه حاجة واقفة فوق راسه بتجبره طيب وده بقى ايه اللي احنا عايزين نعمله في الكورس بتاعنا طيب في ناس بتبطل مذاكرة الكورس لسبب مهم جدا ان هي بتشوف ان ما يعني انا ابصوا انا عشان افهمكم الحتة الجاية دي انا هقول لكم اه مثال حصال الامبارح انا واحد امبارح بعتلي اه على الامبوكس بيقول لها باش مهندس انا خريك تجارة وبدأت اتزق مذاكرة السي سي انا ولكن هما انا بصيت على اعلانات الوظائف لقيت ان اغلب الشركات الطلبة خريجي لحاسبات ومعلومات او هندسة قسمها حاسبات او اتصالات انا قلت طب انا ليه هكمل مذاكرة يعني او واحد خريك تجارة بيقول انا ليه اكمل مذاكرة في الشبكات وسارت في السي سي ان ايه واخد بعدها السي سي ان بي والكلام ده كله انا ايه اللي هيفدني ما هي كل الشركات الطلبة اه متطلبات جامعية مش متطلبات تقنية طبعا الكلام ده انا ردت عليه مبارح ولتوله الكلام ده غلط يعني ما يعني فيه شهاداء يعني مسلا في في طبعا في السيسكو حتى ايه مستوى سي سي ان ايه ده مستوى الاساسي مستوى المحترفين في شهادة اسمها سي سي اي 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 ده مستوى الخبرة انت لو خا يعني لو واحد اه دربت حظ معا وخاد السي سي اي اي ده طاقة القادرة تبقى تفتحت له اه شهادة من اعلى الشهادات على مستوى العالم من ناحية العلم اللي انت بتاخده من الشهادة مستوى الخبرة اللي هي بتديها لك مستوى كمان المستوى الجانب المادي من ناحية المرتبات اه طيب اه في اه حاجة تانية عايز اتكلم عنها الكورس ده اه زي ما انا قلت هو مش شرط ان انك تكون يعني انا برضو مش بهدف لي لواحد ما يعرفش اي حاجة عن الشبكات جاي اه فادة فانا هقدم له بقى الشبكات من الكرس ده من خلال الكورس ده ده طبعا دي ناس دخلة من ضمن الاهتمامات اه الاهتمامات بتاعتنا اما الناس اللي دخلة فعلا برضو من ضمن الاهتمامات بتاعتنا اه زي ما انا قلت اللي هم مسلا خلصوا اي او حتى يدرسوا في السي سي ان بي او حتى ده مهم جدا بالنسبة لهم لسبب مهم جدا اللبات العملي اللبات العملي اللي احنا هنشتغل عليها تعالوا نبص على الدسكريبشن الخاص بالكورس هنا كورس بلاين هو ده طيب انا في الدسكريبشن طبعا انا هي حطه في الارية بتاعت الريكوردينج تمام مثلا انا هنا محدد طبعا ده يعني تعريف لكورس اللي احنا هنعمله يعني انا حطة عطيته MILLION Ah! طبعا ده الكورس ديسكريبشن ده ان شاء الله بارفعه على الجروب تأروب برحتكو وده التارجت بتاع الكورس انا في التارجت بتاع الكورس بصوا ده انا كاتب ايه يعني محدد شوات حاجة يعني السمات الرئيسية او المتطلبات الرئيسية في منهج السيسي ان اي راوتنج ان سويتشنج المفروض الطالب يكون عارفها تمام طيب اه سيسي ان اي راوتنج ان سويتشن اه متين مئة وعشرين اجزام ده الكود نمبر بتاع الامتحان ده الكود نمبر بتاع الامتحان الدولي طيب اه سيسي ان كان ديزاين ترابل شود اني كومبلكس نتورك راوتنج ان سويتشنج انفرستركشن اد جود لفلز اه هنا حاجة مهمة جدا موضوع الترابل شود المفروض احجام النتورك يا شباب حاجة بتكون في نتورك بتكون small size business network في medium size business network في حاجة اسمها large او complex business network يعني انت دلوقتي عندك في نتورك حجم صغير مسلا بتكون شبكة بتربط من جهازين لحد اه خمسين جهاز طبعا الشبكة الميديم شبكة مسلا بتربط لحد متين تلتمين جهاز الشبكة اللارج اللي هي بتربط لحد مسلا الف الفين تلات تلاف عشر تلاف جهاز الكورس ده انا هوصلك بازن الله يتعلن احنا اه نربط اه اه او نربط ما بين اجهزة في شبكة complex طب الشبكة complex دي لو حصلت فيها مشكلة هنحلها ازاي زي ما انا قلت اه اه طبعا لطلبة اللي بتدرس عندي اه او درست عندي ايه دايما انا بقول ان الفكرة في اي مهندس شبكات حاجتين اللي هو يعرف ديزاين صح ويعرف صح يعني ايه يعني انا سهل جدا ان انا اقول لك انا عايز تعملي نتورك بموصفات معاناة فانته تبقى سهل بالنسبة لك ان انت تعمل موضوع ديزاين انت تنفز اه اه تصمم النتورك وتنفزها طيب ماذا لو لو انا جيت قلت لك يا مش مهندس دي انا عندي نتورك في الشركة بتاعتي بتربط متين جهاز فيها مسلا عشرين سويتش فيها اه خم اه اه ست راوترات فيها مسلا اه اه اتنين فايروول اه عشان فيها مش عارف مسلا اربع اي بي اس اي دي اس فيها اربع سيرفرات فيها كزا فيها بلوي زرقة وجيت قلت لك يا مش مهندس دي انا عندي مشكلة في النتورك بتاعتي في الحتة الفلانية ان مسلا الجهاز الفلاني مش عارف يكوننكت عن طريق السويتش على السيرفر العلاني تمام طيب دي رسمة بسيطة بالنسبة لك ولكن لو انا بقى نتورك بالموصفات اللي انا لسه قلها لك فانت عم تيجي ترسم النتورك دي على على شيت هتكون حاجة معقدة ازاي انت توصل بقى للمشكلة ده موضوع ازاي توصل للمشكلة وازاي تحلل المشكلة ازاي تحل المشكلة طيب ده كرام جميل جدا فطبعا في الكورس ده اه هناخد طبعا يا انتوا لو بسيطه في المسلا ده يعني مسلا ده اه ده طبعا مش الفيديو ده يعني الفيديو ده انا بقدم لك دي اه تبقى فيها ايه لكن فيديو ده انا لسه لسه ما نزلناهش يعني ده ان شاء الله هنزله مع في الفي الستار بوينت بتاعة لايه الكورس بتاعنا اه اه فاندميتلز بارت او بارت هو احنا لحد يعني مسلا بنصلا للذي الدرسرت اساسي سنية تبع عارفك عارفك معنى الكلام اللي انا بقولو ال conflicting انا مديك submitting من اول محاضرة السبع المحاضرة السابعة الى محاضرة تلات we. يعني انت مبعاك سبعة تمانية تسع عدي تلاتة 10 اربعة 11 12 13 معاك سبع محاضرات في ال submitting ده طبعا كفيل ده هو بقى يعني حتى مديك الـ CIDR عملة مشاكل كتير مع ناس كتير جدا الـ Summarization الـ VLSM كل الكلام ده أنا فادي بقى بصوا دي الناس اللي درست الـ CCNA وجاية ترفرش على المعلومات بتاعتها عن طريق الـ Topics الموجودة أنزحكوا أن تشوفوا الـ Topics بتاع الـ Subneting طبعا هنا بقى ايه ده بتاعتلي ده نظري مفروض وهنا ازاي توصل ازاي توصل ازاي توصل أساليب التوصيل لأي سيسكو ديفايس سواء الديفايس ده كروتر او سويتش اميزينج ايو اس فاندمنتلز ايو اس وبعدين بقى ايه بنبدأ في المرحلة اللي بات بايزي كومبيغراشن لاب 1 لاب 2 وهكذا طبعا في حاجة بقى مهمة جدا طبعا يعني تعالون بلاحظ ان حاجة في حاجة انا خططها بقى ايه اه اه او مثلا يعني في حاجة اه 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 ازاي مسلا تشتغل على اه تعمل اه 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 اوكي فدي شوية حاجات ايه هناخدها مع بعض ان شاء الله في يعني انا مش عايزك في الكورس ده انت تدس اه خلاص انا اخدت CCNA بس لا انت هتاخد برضو بحيث ان ما تتحط يعني البهارات دي ما تيك تتحط بقى مع آآ الكورس فانت بالتالي بقى انت راجل تبقى مؤهل بنسبة بنسبة مية في المية لسوق العمل ودي السكرت سورس اللي انا آآ يعني ايه في الكورس ده ده السكرت سورس بتاعه ده الخلطة السرية في الكورس ده ان انا هحضرك للامتحان الدولي وكذلك هحضرك لسوق العمل عن طريق التكنيكس اللي هناخدها في اللبات اللي هنشتغل عليها بإذن الله تعالى طيب آآ هلو نشوف بقى ايه السلايد تاني آآ طبعا احنا طب نمسحنا ايه الحاجة دي أوه كمان آآ اوكي مش مشكلة طيب آآ طبعا هنا في الفيديو احنا اتكلمنا ايه او البوت كام بتاعنا اللستراتيجي بتاعنا اللستراتيجي بتاعنا بقى هيكون ازاي بصوى شابب احنا هنزل يعني طبعا احنا عندنا الكورس المفروض زي ما احنا قلنا هو يعني 8 موما هيكون 90 فيديو هو طبعا الكورس المفروض يعني انا لحد الوقتي هو المفروض يعني انا زبطه على 86 فيديو ولكن انا هضيف فيديوهات في الاخر خاصة بحل الامتحانات الدولية رغم اني رغم اني في المحاضرات انا ضيف اسئلة الامتحانات الدولية يعني انت مثلا انا هنزل لك المحاضرة رقم 2 فانت مع المحاضرة رقمت لين هتلاقي فايل اسمه challenging test l challenging test ده مجموعة اسئلة مجموعة اسئلة على المحاضرة اللي احنا اشتغلنا عليها يعني على سبيل المثال تعالوا وسنا نبص هنا نحن هنبعد الكلام ده ده برنامج اسمه visual cert exam manager ده برنامج اه امتحانات يعني ده انت يعني انا اقدر اديزاين عليه امتحان وانت هتقدر كطالب ايه تحل الامتحان عليه والبرنامج هو اللي سخخولك لان انا ببقى مسبقا وانا بصمم بامتحان ببقى حطة الحلول يعني مسلا ده ده امتحان هتفتح هتفتحه كده من الستارت هتديجي هتديجي تدوس اوكي طبعا دي اه ايه دي ملحوظات بقى وطبعا انا مش مش عارف هو كده برنامج زهر لكو المفروض يعني في الاريا بتاعت الايه اه تمام هندوس اوكي وعدين هتلاقي هنا على الجنب الشمال خالص هتلاقي حاجة اسمها بيجان تدوس على البيجان ده طبعا احاول اتجاست ايوه تمام كده اه بيجان تمام دي بقى ايه الاسئلة يعني مسلا دي شوية بقى ايه اسئلة طبعا انت رجيت عملت شو انصر هوب دي الايه الاجابات ده على فكر سؤال في الامتحان الدولي هيجي لك في الامتحان الدولي تمام اه هنا بقى ايه سلكت سي هاته ي BEYST तote دي فدي ايه شوية بقى ايه اصئلة انا حضطها بالكبر مخاطر انت هتلاقي كويز او اسaval fired test زي ده طبعا الاسئلة المحطوطة فال absorber is YAKório حاجة اولا اسئلة الاجزام اسئلة الامتحان الدولي تمام واسئلة من آآ كتب يعني زي مراجع زي مسلا كتاب سايبيكس واسئلة من انا اللي حاطتها بقى شخصيا يعني في اسئلة انا اللي حاطتها آآ او انا اللي مقلبها دي طبعا بقى اسئلة يعني يعني انا بحاول بقى مدى استيعابك لي المحاضرة عن طريق الاسئلة دي الى جانب اسئلة الامتحان الدولي بحيس ان انت تخيل بقى بعد تسعين محاضرة كل محاضرة بعدها اسئلة امتحانات دولية فانت كده هتلاقي ايه الدنيا بقت آآ بيسفول معاك تمام كده فانت تبقى جهز تخش الامتحان دولي انك انا على كل محاضرة انا رميلك الاسئلة بتاعة المحاضرة اللي في الامتحان الدولي فانت ما تخلص الكورس هتلاقي نفسك خلاص حالة الامتحان هو المفروض الكورسي معي 86 ولكن انا هضطر ازود فيديوهات ايه فيديوهات لي لان انا في الاخر هحل امتحانات دولية كاملة يعني مسلا ممكن هتكون على اربع فيديوهات هو المفروض النموذج اللي هحله هيكون من 300 ل400 سؤال فدي الفكرة ممكن ياخد معي مسلا لحد 90 او 91 او 92 طبعا هتقول لها مش مهندس طب هانت ضفت الاسئلة دي قريدي في المحاضرات هقول لك لا انا برضو انا عايز ايه اا افوكس معاك ان انا في الاخر احل معاك امتحانات دولي بحيس اوريك الاستراتيجي بتبقى عاملة ازاي وانا بحل ااا طبعا ايه بتهالي مفيش حاجة اه في حاجة برضو ايه هنحب نوضحها طبعا احنا الفيديوهات مش هتنزل مرة واحدة يعني احنا مسلا ايه اا عندنا مسلا 90 فيديو فانا ممكن في الاسبوع ننزل ايه اربع فيديوهات هنحدد معاد على مسلا الجروب نتناقش فيه على اسئلة ايه اسئلة الايه ال ابديوهات اللي احنا اا能زل لها يعني مثلا انا نزلت فيديوهات بتكلم عن فيلانز احنا بقى ايه هنفتح بب بب مناعشات بقى اي حد عنده ااي سؤال عايز الساقله يسألوني في ال بيلانز ااا كذلك اااا هنعمل امتحانات اونلاين اجزامز يعني مثلا انو هنعمل امتحانات لابات يعني امتحانات عملي انا هرفع الامتحان اللاب او اللاب هرفعه على الانترنت ممكن يعني مثلا مثلا هرفعه جوجل درايف وكل واحد فيكو ايه وهنحدد مثلا انا جماعة بصوا انا رفعت الامتحانه هو الامتحان مدته مثلا من الساعة 6 بي ام يعني من الساعة 6 بعد المغرب الى الساعة مثلا ايه 9 بي ام حلو كده كل حد او اي واحد هيخلص الامتحان يقوم رفعه لي على ايه مثلا الجوجل درايف بتاعي انا لسه محددتش احنا هنرفع المتالية اللي بتاعتنا عليه بس انا ببديك مثال طب انا هتقول لي هتقول لي هنا حاجة هتقول لي همش مهندس طب ما سهل جدا للناس تغش هقولك انا اساسا في الامتحان اللي انا بعامله في الكورسات اللي انا بديها انا بخلي الامتحان اوبن بوك فالفكرة انت عندك ثلاث ساعات انت لو يعني اللي هيجرب منك ويغش الامتحان متصمم الامتحان العملي اللي احنا هنعمله هيكون متصمم باسلوب يخليك ما تعرفش يعني بصعوبة جدا هتقوم تعمل لنفسك كوباية شاي اظن الموضوع هو واضح يعني انت بس يعني هتقوم تفكر مع نفسك الف مرة قبل ما تقوم من على الكورسي وتعمل كوباية شاي لان الامتحان بيكون زحمة جدا اه دي اه حاجة برضو ايه حبيت انوها على اه فطبعا الامتحانات اللابات دي دي هتكون بعد عدد اجزاء يعني بعد كم كزا محاضرة اي ممكن مسلا كل عشر محاضرات هنعمل امتحان لاب كبير امتحان بقى عملي كبير اه في نحن في الاخر دي خالص بقى اه نمسح الدنيا دي اه شوية تصايح بقى اه لازم تكون صبور اه في الكورس ده اللي هو يكون طويل اه تحاول تشارك معنا يعني ما تنزلش بيديهات بتوضي ايه تحلوا بتعلق شارك مع الناس السؤال حتى اللي انت يعني مسلا لو واحد زميلك سأل سؤال وانت عارفه وجاوب اه مش عايزك تفقد الارادة اه وتفقد الدافع اللي خلاك تبدأ معنا الكورس ده لان ده فعلا هيواجه عدد كبير منكم ومش هيتبقى انا عارف ان انا مسلا لو اشترك معايا مية ممكن يكمل في الكورس ده الاخر عشرة فدي حاجة انا عارفها بس العشرة دول هما دول فعلا اللي هينجحوا في المجال ده فاتمنى ان انت تخش في بوطقة العشرة لان هما مش هيزيدوا عن عشرة اه طبعا بقى في الاخر خالص انا كده هيعتبر خلصت الفيديو بس في سؤال انا كنت نزلته على الجروب وفي ناس كتير جاوبت عليه غلط التقريبا هو في كان في البرتو السؤال اللي هو اللي هي المحاضرة بتاعت الكابلات السؤال هو طبعا انت لو انت واحد لو انت مش داري CCNA افكس بقى ايه لكم دي ادول وقفل في فيديو انا كده اعتبر خلصت طيب في السؤال ده بيقولك في السؤال ده بيقولك بسيحة 25 جيجا بايت انا بيقولك هنا في بسيحة 25 جيجا بايت بسيحة 25 جيجا بايت بيديك هنا سرعات الدنيا بتاعتك سرعة مثلا البورت البورت بتاع الجهاز ده مثلا ايثيرنت 0 100 ميجا بيت طيب سرعة السويتش 1 اللي هو البورت 1 على السويتش ده سرعيته 10 ميجا بيت طيب اتيجي على 2 مثلا بورت 2 بورت 2 سرعيته 1 جيجا بيت بر ساكند الفايل سيرفر سرعة الكارت ده على الفايل السيرفر 10 جيجا بيت بر ساكند طيب سرعة الكابل اللي موصل ما بين والسويتش السرعيته 100 ميجا بيت بر ساكند لاحظ نهو هنا بيقولك ان سرعة البورت ده 100 وسرعة البورت ده 10 وسرعة الكابل ده 100 تمام اه ما بين هنا وهنا قالك سرعة البورت ده 1 جيجا بيت بر ساكند وقالك سرعة السيرفر هنا طيب هو بيقول لك ما انا عايز احسب السرعة بتاعتي انا عايز احسب الزمن اللي هتنتقل فيه الداة من الفايل اللي مسحت خمسة عشرين جيجا من السيرفر للجهاز. اه هنقسمها حتة حتة يعني تعالوا نتكلم الاول ما بين السيرفر والسويتش. بما ان السيرفر سرعته عشرة سويتش سرعته واحد والكابل سرعته واحد فاذا انت عندك تلات نواحي ليهم تلات سرعات بورت السويتش بورت السيرفر سرعة الكابل طيب هنشتغل على اي سرعة هنشتغل على السرعة الاقل اللي هي واللي هي سرعة البورت بتاع السويتش وفي نفس الوقت سرعة الكابل تمام كده طيب ده كلام جميل جدا ولكن في مشكلة انت مديك الخمسة وعشرين جيجا بايت مديها لك بالبيت لكن انت عندك السرعات كلها بالبيت طبعا احنا هنا بقى ايه هنحل الاشكالية دي انا عندي خمسة وعشرين جيجا جيجا بايت طيب انا عشان احول الخمسة وعشرين جيجا بايت دي المفروض احولها لرقم اكس كام بالجيجا بيت لان نحب نوضح يعني البايت يا شباب فيه كام بيت المفروض البايت فيه ايت بيتس فيه ايت بيتس فانت مديك خمسة وعشرين جيجا بايت فا يعني يعني خمسة وعشرين في عشرة قس تسعة اا بالبيت طب انا عايز احول دي للبيت فانا هضرب ايه هضرب الخمسة وعشرين فيه اضرب الخمسة وعشرين في تمانية تمام كده طب اول نيجي لحلها ايه بطريقة الباب السادس في الكيميا في تانية سنوية اللي احنا كنا بنجده في تانية سنوية اللي هو يقول لك ايه انت عندك خمسة وعشرين جيجا بايت هنحولها الاكس بالجيجا بايت تمام كده طيب اا هنمسح الفوق ده اوكي تمام طيب واساسا انت عندك الون جيجا بايت بيساوي كام المفروض الون جيجا بايت بيساوي ايه تمانية جيجا بيت طيب بيبقى الاكس هتساوي كام اضرب ده على ده تمام يعني انت عندك الاكس من الاخر هتساوي متين جيجا بيت يعني حجم اللي هنرجع تاني يعني حجم الفايل اللي هيتنقل من السيرفر حجم الفايل ده بالبيت بالجيجا بيت متين طيب السرعة كام هم هنشتغل على سرعة كام هم هنشتغل على سرعة وان جيجا بيت لان سرعة السيرفر عشرة والسويتش واحد واللينك واحد. فهمش هروا علىه لسرعة. اللي هي وان جيجا بيت. تمام كده? فانت هتقسم المتين الزمن طبعا الطايم هيساوي ايه? هيساوي الحجم على السرعة. طيب انت عندك تاني. يبقى انت عندك الهنتكلم على السيربر سويتش لينك. يبقى السيربر سويتش لينك تايم هي ايه? هيساوي خمسة وعشرين. على السرعة ده ايه? ده حجم الفايل. حجم الفايل بالايه? بالجيجا بيت. على السرعة اللي هي هتكون وايجا بيت بر ساكند. فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عشرة. طيب ده كلام جميل. طيب. انا دلوقتي عندي الفايل مسحته. انا هنيجي هنا على جنب. الفايل مسحته كام? الفايل مسحته. آآ متين جيجابيت. تمام كده? طيب انا عايز احوله لايه? لميجابيت? فانا هضرب المتين في كام? فالفة اربعة وعشرين. عشان يتحول لايه? لميجابيت. تمام كده? طيب يبقى اه اما اجي اتكلم يمسح بقى الكلام ده كله عشان ايه? يبقى فيه حتة فاضيه. آآ. يبقى انا عندي. السيربر. لا مش السيربر بقى. آآ. البي سي. سويتش. لينك. هيساوي. آآ كان بقى مسحت او السايز بتاع الفايل اللي هو خمسة وعشرين. تمام كده? في تمانية عشان يتحول لجيجابيت. في الف اربعة وعشرين عشان يتحول للميجابيت. على السرعة اللي هي ميجابيت. اللي هي كام بقى هنا? هتكون عشرة. اللي هي اقل سرعة. اوكي? ده هيديك كام بالكالكوليتور بقى? طيب احنا نجيب هنا ايه الكالكوليتور? فانت هنا تمام هنتكلم على متين في الف اربعة وعشرين على آآ عشرة. فاااااا. هيديك الفين آآ ربعمائة يعني عشان الف عشلين الف ربعمائة وتمانين. هيديك عشان الف ربعمائة وتمانين. طبعا ده بالسكند. هتجمع عليه اآ بلاس متين سكند. فهايديك كام بقى? عشلين الف ستمية وتمانين سكند. هنقسم ده على كام? تلت تلاف و ستمية. ده كده مجموعة تايم اللي هيتنقل الداة من السيرفر للجهاز. يعني احنا هنا حسبنا الطايم اللي هيتنقل من السيرفر للسويتش. وهنا من السويتش للجهاز. بقى عشان احسب بقى ال الوقت اللي هيتنقل في الفايل من السيرفر للجهاز هيبقى ايه. هنجمع الزمن ده على الزمن ده. تمام انا جمعتهم وهقسمهم على تلت تلاف وستمية. يبقى انا عندي عشين الف. ممكن نجمع دي على اتن. ونقسم على تلت تلاف وستمية. هوب. يطلع عليه الزمن بالآآ. خمسة بوينت سيميني فور اور فدي الاجابة الصح هنو كده نتأكد انا برضو مش فكر المفروض دي ها او هي فعلا خمسة واربعة وسبعين من مية اور اا اا اتمنى يكون الفيديو عجبكم اا ان شاء الله بازن الله البداية هتكون اا بعد امتحانات التورم الاول اللي هي مسلا يعني ممكن نقول هنبدأ بازن الله ننزل في الفيديوهات من اا مسلا ممكن نقول من واحد اتنين اا يعني اول يوم في شهر فبراير اا بازن الله تعالى برضو احب ان اوه ان احنا نبدأ برضو اا الى جانب الفيديوهات دي هنبدأ برضو منحة لكورس الناس اللي هي هتحس ان هي مش قادرة تكيب اف مع الفيديوهات عايز حد يبقى رقيب عليها والكلام ذو كله احنا ان شاء الله بازن الله نفتح منحة او نفتح مجموعة في كورس ال CCNA وكذلك هنفتح في track ال CCnP route وكذلك هنفتح في اا كورس ال ethical hacking اا ان شاء الله اشوفكم على خير اتمنى نكون الفيديوهات وعجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى